كنت مشكلجية دي ما؟ ايه كنت مشكلجية وكنت مشاغبة اه مشاغبة بالمدرسة كنت مشاغبة طبعا بس كنت شاطرة المشاغبة الشاطر الشاطر اللي ما بيمسك حاله السيدة اللي بتكون بمواصفاتك وخاصة بالعمل الاعلامي الرجل كيف يتعطى معه ولا ما العلاقة؟ بأي معنى؟ بيتعطى معه بين الدي أكتر؟ ولا بيتعطى معه بخفض نوع من خفض الجناح أمامها يعني اعترافا باللي عم تعمله هلأ لا شك انه الرجل يعني بيعمل هاي دي الخفض الجناح يعني أكيد بيكون مهزب كفاية وخصوصي انه انت كمان معه انت مهزب كفاية أكيد يعني العلاقة متبادلة ما فيش اسمه بس رجل وامرأة هو فيش سلوك بالعام انت تفرضه على الآخر لأنك انت تتمنى انه هذا الآخر ايضا يتعامل معك بنفس الطريقة انا ما فيني يكون قليل التهزيب معلي حواليي وبعدين اطلب منه انه يكونوا مهزبين ولا انه يكون قليلة احترام وبعدين هي بالشخصي بالشخصي انا بعتقد علاقتي مع الرجل انجح بكتير من علاقتي مع المرأة وانا يعني انا احضر على عكس ما ممكن يتخيل البعض بالنسبة ان دائما بيقولولك المرأة القيادية او المرأة هي بيكون علاقتها مع الرجل المتوترة لانه الرجل بيميل للمرأة الست البيت ابدا انا عندي اصدقاء وانت منهم طبعا باسل السنوات طويلة اصدقاء من الشباب اكتر بكتير من النساء وربما يعني في تقاطعات بطريقة التفكير خلينا نقول ربما فرضتها المهنة يعني بتكون قريبة اكتر لتفهم الرجل اكتر بكتير من حالة هيك السترس اللي بيضل عاملتها المرأة مع الرجل يعني انا ما بشوف الرجل مطرح لازم ضل عم نافس فيه ودايما عم بكسر فيه او انه انا بدي افرض حالي عليه او بدي اقل له تعال اعترف فيني يلا وقع الورقة وانت ما اعترف فيني ابدا تعتبر حالك محاربة ديما اي اكيد محاربة اكيد حتى على صعيد الاسرة محاربة اكيد انا اخدتهم باضافري يعني انا كل شي وصلت له هو بتعب بتعب حقيقي من زمان مو من هلا من زمان اكيد